رجينا محضراتكم مرة تانية في مفتاح يا برنامج العقارات اللي هيجاوب على كل أسئلتكم اللي تخص كل حاجة ليها علاقة بالعقارات شؤة ومحلات ومكاتب وكل حاجة ان شاء الله بتدوروا عليها في سوق العقارات في مصر وان شاء الله نكون موجودين معاكم دايما كل أربعة من ستة لسبعة ودايما نبعتولنا كل بقى أسئلتكم عشان نبدأ نجمحها وتكون موجودة معانا في برنامجنا على مدار الساعة نبعتولنا كل حاجة على فيسبوك وتويتر وانستجرام وكمان على واحد تسعين تسعة رقم رسائلنا من الحاجات اللي خدنا بالنا منها كلنا يعني اللي هي أصدقاء كتير اللي في سن العشرينات واللي حتى اللي أكبر من عشرينات بيشتغلوا في وظيفة محترمة وكله بيدور على شقة يتجوز فيها بالتأكيد احنا عارفين بقى يعني الهدف من كتير مننا بعد أول ما يتخرج انه بيبدأ يجمع فلوس الشقة اللي هيتجوز فيها كان في الأول الواحد يبقى معاه 200 ألف جنيه ويقول انا يعني هعمل بيهم ايه بيسأل نفسه كتير يعني 200 ألف جنيه يعملوا بيهم ايه الفترة اللي فاتت الناس شافت طبعا وكلنا سمعنا عن إعلانات التمويل العقاري وانه ممكن ياخد شقة بتوصل 8.100.000 جنيه بتمويل على 30 سنة وبفايدة 3% بس الناس كتير بدأت تدور وتعمل سيرش وتكلم البنوك واللي يروح واللي في ناس بتلخبط وناس يعني مش عارفة تعمل ايه احنا هنا نحاول نقدم لكم المفتاح ده ان انتو تعملوا ايه عشان توصلوا للشقة اللي بتحلموا بيها خلونا بيسعدنا بينضملنا على الهاتف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة بنراحب بيك يا دكتور أنا وسهلا بحضرتك يعني في البداية يعني رأيك يعني أنا عارف احنا الاعلام بقاله شوية بيتكلم عن الموضوع ده لكن بما اننا ان شاء الله البرنامج المتخصص في العقارات هيبقى موجود على الراديو على طول فرأي حضرتك في ايه دلوقتي الشاب اللي كان بيبقى محبط وشايف بباني الدنيا كلها مقفولة قدامه لقى مفتاح من المفاتيح اللي بتسح له الباب ده في فكرة ان يبقى فيه تمويل عقاري بالنسبة القليلة بالفايدة دي للسنين الطويلة دي خلينا نوضح في البداية ما تقوم به الدولة الحياة في اطار العقارات والتامية العقارية الحياة الدولة تتحضب في هذا القطاع به هدفه الهدف الاول هو انه القطاع العقاري لما بينشط كل قطاعات النشاط والحياة الدولة بازت موجود كبير في توفيد العديد من الوحدات التكنية خلال السنوات المعدودة الماضية ولمختلف الشرائح الحدف الثاني هو انه الدولة ككل رئيسها حكومتها الكل بيتحرك في اطار تحصل مستمع الشرائح وتلبية احتاجته وكان امر مهم انه بعد ما تم توفيد هذا القطاع من الوحدات الفاكنية انه يتم ايضا توفيد التوميل المناسب لكافة الشرائح علشان يتم تلبية هذه الاحتاجات لانه ما كانش امر يبقى صحيح انه الدولة تنفق هذا الكام من الاموال في بناء واحدات السكنية ويظل في انها عندنا معروض من الواحدات السكنية والطلب عنده مشكلة لانه ما فيش كدرات تمويلة فالحقيقة الدولة بتنصيق كامل او الحكومة التنصيق كامل مع البنك المنكزي الحقيقة اتحضاكت في مبادرة التنويل للعقال احنا بنتكلم على رقم مهم بنتكلم على مية ميديار جنيه بيتم ضخها لالشباب مش بس الشباب الحياة هو مختلف الاعمال اللي احنا في الحياة لأول مرضى بنصل لتمويل ما بعد سن التقاع احنا بنتكلم على مدة تصل لخمسة وسبعين عام والفايدة مش موجودة الحياة حتى الآن هي 3% وهذه الحياة فايدة منخفضة للعقال مش بس فايدة منخفضة لكن كمان متنقصة وبنتكلم على تنويل 30 عام والحياة ده الوعاء الاطول داخل السوق المصافي داخل السوق التنويل في مصر على الاطاقة وبالتالي ده الحياة كلها والفضلات بتقدمها الدولات كلها علشان تلبي احتياجات كافة المناطقين احنا الحياة حازم مبادرة فيها او بتخاطب كذا شديحة او فئات متنوعة بنتكلم بداة من حيث الوحدات التكنية عندنا ثلاث مستوعين الوحدات التكنية اللي حدها الأقصى 350.000 جنيه ودي هيكون المقدم بتاعها 10% وعندنا الشريحة التانية اللي ساعد الوحدة بيضع ما بين او اعلى من 350.000 لحد مليون ومئة الف ودي هيكون المقدمة 15% او الدفعة المقدمة والشريحة التالتة هي الوحدة التكنية اللي الساعدها بيتروح ما بين او اعلى من مليون ومئة الف لحد مليون ودوب ومئة الف ودي هيكون المقدم 20% ايضا ما يتعلق بقى بعيدا عن الساعد الوحدة التكنية ما يتعلق بمستوى الدخول احنا عندنا مستويين مستوى مستوى حد والاقصى لدخل الفرد 1000.500 جنيه وللأسرة ككل 6000 وعندنا المستوى التانية اللي حد والاقصى على مستوى الفرد 10.000 وحد الأسرة ككل 14.000 وبالتالي الحياة هذه المبادة بيتو خاطب اكثر من طب معلش يا دكتور هل في برضو حد يعني احنا قلنا دلوقتي الفكرة الفئات اللي هي تمن الشقة والفئات اللي هي حد الدخل هل في سن؟ لا الحياة السن مفتوح ومش بس السن هو اللي مفتوح لكن كمان الوظيف والأول مواضع انه الوظائف المهنة هو انا بس عشان لو حيكت صحح ليك لان انا كنت قريت حاجة انه على الاقل بعد التلاتين سنة ما يبقاش عدة ستين سنة يعني مثلا يكون ما يتعداش سنه تلاتين ولا انا ولا لأ مش مهم لو سنه ستين لن يتعدى سنه لن يتعدى مدة التموينة 15 دقيقة اه بيقل المدة بتاعت التلاتين اه فهمت كده خلاص المهم ما يتعداش ستين سنة فانت ايا كان سنة لا يتعدى ستين لكن فترة التموين هتنطلع ما انا بالزبطة نقصد لا هتقل فترة التمويل طول ما انت معدتش لما تيجي تعدى الستين يبقى تقل الفترة عشان ما تعديش الستين احنا لو بنتكلم على انه مدة التموين حد ده الاقصى تلاتين عام يبقى خمسة وعبعين سنة هو الحد المثالي اللي هتمتع بالتموين لمدة تلاتين سنة فهمت لو سنه خمسين هيبقى مدة التموين بالنسبة له خمسة وعشرين سنة لو سنه خمسة وخمسين هيبقى مدة التموين بالنسبة له طيب لو حركة طبعا عرضت المجموعة دي بس خليني اقول لحركة بقى بعض الاسئلة اللي بتجيلنا وعن الاشكاليات عشان احنا هيبقى عندنا ديقتين بس هستأذنك هنطلع اذان العشة فنلحق نجاوب السؤال ده وبعدين نرجع بعد اذان العشة قبل ما ينتهي برنامجنا في بعض الناس بتسأل زي ما هي بتقول أنا عايزة روح اشتري في ناس بتقول أنا عايزة بيع شائتي في التمويل العقاري هل ده متاح؟ طيب هو مبدئيا الفكرة هي فكرة تمويل اللي بيبيع هو مش محتاج التمويل اللي محتاج التمويل هو اللي بيشتري وبالتالي اللي بيبيع مؤكد هيكون فيه حد طالب فلو لعى هذا طالب الواحدة السكنية فطالب الواحدة السكنية هو لا يتقدم ليه البنك او جهة التمويل عشان يحصل على التمويل طيب دي من الاسئلة سؤال تاني يا دكتور من الاسئلة في ناس بتقول انه هو يعني بيقول انه انا بروح بتعامل بيقوله لا انت بتعامل مع متوسط الدخل دلوقتي وبعدين اتعامل مع محدود الدخل هل في تصنيف لان دلوقتي الدولة بتبدأ بفئة معينة بعدين بفئة معينة ولا التلات فئات زي ما حضرتك قلت اللي هي تمن الشقة الاول ل350 ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها كله مفتوح حسب حالة كل واحد لا الكل مفتوح يعني حتى الان جهات التمويل كلها الحقيقة بتتحرك على التلات انواع او التلات شرائح وعمر منطقة انه البنك المركزي اللي ما حدد هذي شروط هذي الضابط انه حددها بهدف الوفاء بيها او بهدف تلبيت او تلبيت الاحتجاد او تلبيت الطلب وبالتالي مش هيحط بعد ما وضع هذي الضابط هذي شروط مش هيحط القيود علشان يمنع او يحجب هذي التمويل طيب السؤال برضو اللي هو يعني يمكن ده يبقى الاخير قبل ما نروح لأذان العشة ونرجع تاني نجاوب على بعض الاسئلة سريعا ده البنوك الخاصة بالدولة فقط ولا فيه بنوك تانية واخد كافة البنوك مدعوة للمشاركة في هذه المبادرة وايضا شركات التمويل للعقائد طيب احنا ان شاء الله بعد أذان العشة يعني هستأذنك هنخرج لأذان العشة هيبقى عندنا بعض التساؤلات برضو المهمة يمكن بس عشان هقول للناس عشان تفضل موجودة معانا وانشد الناس تفضل موجودة معانا عشان فيه حد قال انا مش قادر ادفع المقدم مثلا انه هو 15 او 20% فهل فيه حلل ده ان شاء الله لو حاضرتك هيبقى عندنا اجابة لده وفيه ناس برضو بتسأل على انا بطلخبط كل شوية باسمع الراديو بقفل من هنا برجع اطلخبط فين المكان اللي قدر اروحه يقعد يشرح لي واحدة واحدة او افتح الويب سايت الفلاني اللي هيقول لي الحاجات دي فمعلش يا دكتور يعني 3 دقايق او دقيقتين هيخلص اذن العيشة ونرجع نقفل الحلقة مع حضرتك بالاسئلة دي اهلا بحضرتكم من جديد في مفتاح حياة وبندور على مفتاح التمويل العقاري وبيرجع معانا على الهاتف الدكتور هشام ابراهيم واستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة بنراحق بحياتك مرة تانية يا دكتور انت حياة حياة مرة ثانية شكرا لحياة كنا بنسأل قبل الفاصل على اللي مش معان المقدم بتاع التمويل العقاري الـ 15 او الـ 20 في المية هل دا لي حل ولا مش هيقدر ياخد التمويل لا خلينا نأكد على انه مهم اوي من ضوابط وشروط نجاح التمويل انه اللي يحصل على تمويل يكون قادر على الوفاء بالتلزاماته وبالتالي لو لو طرقنا المسألة بدون مقدم فقد لا يكون هو غير قادر على الوفاء بالتلزامات هذا التمويل دا من شق شق التاني انه في هذه الحالة هو بيحجب هذا التمويل عن الاخرين وبالتالي مهم جدا انه يكون فيه قدر ودي اتصاعد انها نسبة ضعيفة احنا لو بنتكلم على الفئات الاقل احنا بنتكلم على 10% ف10% من واحدة سكنية اللي هي 350 ألف حد اقصى احنا بنتكلم على 35 ألف اثنين لو هي تمانها 300 ألف اتصاعد انه شارجة المقدمة دا شارجة مهمة علشان يكون فيه جدية وضمان لمؤسسة التمويل انه اللي يحصل على تمويل هيكون قادر على الوفاء بالتلزامات طيب اخر سؤال بقى دكتور لو لو محدش بقى يعني مش عارف يجمع المعلومات بيتلخبط بيدخل على النت بيتلخبط يروح فين ايه المكان السقة اللي يقدر يروحه او الموقع اللي يقدر يسهله العملية لا هو بداية اتصار انه كل المواقع بما فيها المواقع داسمي البنكة من جديد الحياة وضح الضغابة والشجود كافة ولو هو بيدرى بقى في اه اه انه يقطع خطوات جدة في الحصوات التمويل هترجح لجهة التمويل مباشرة ويطرح امامها ما لديه من بيانات وفي الحالة دي اتصار انه البنكة يكون لديه جغبة مش بس في كلبات الطلبة دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة نورطنا يا دكتور شكرا جزيلا لحضرتك تحيات ومع اجابة دكتور هشام بتنتهي حلقتنا النهاردة من برنامج مفتاح حياة يا رب يكون المفتاحين اللي قدمناهم النهاردة سواء عن الاجار القديم او التمويل العقار يكون فدوكم وان شاء الله دايما هنكون موجودين معاكم كل اربع من الساعة ستة الساعة سبعة وهكون معاكم فيها محمود السعيد عشان نساعدك في مفاتيح الحياة اللي تختار بيها بيتك الجديد او مشروعك او مكتبك او اي حاجة تخص العقارات في مصر نشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله مع السلامة